الحمد لله رب العالمين نبيه ورسوله أعذى كلمة الحق والتوحيد ففاد بالتقليل والتنجيل وولى وجهه شطر ربه ففاد بالنسبة للتعييد اللهم صمي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنودي وحزبه رضي الله عنهم ورعضوا عنهم اللهم لا تحذر لأجرهم ولا تفتنها بعدهم أما بعد فتفتحوا بالنبيه وخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي يا صدري ويسر لي يا أمري وحل العقبة بالنسان يفقه قولي صدق الله ملانا العظيم أيها البناء الكريم يقول تعالى لقد جاءكم رسول من أهم فتكم هذيذ عليه ما عنفتم حريص عليكم المؤمنين رؤوكم العظيم صدق الله ملانا العظيم أيها الناس تحتفل الأمة الإسلامية في مثل هذه الأيام من شهر رضي الأنور الأنور بميلاد الرسالة المحمدية الرسالة الخاتمة والباقية للناس يجنعين على صاحبها أرض الصلاة محمد بن عبد الله أبن عبد المطلب وقد توفي والده عبد الله في تجارة ودفن بمدينة يفرف عند أخواله بن عدي أبن النجار وله من العمر خمسة وعشرون سنة ولما تمت مدة حمله صلى الله عليه وسلم وضعته أمه آمنة وكان ذلك يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأنور عاما فيه عند طلوع الفجر سنة 71 وخمسمائة للميلاد فالتمث له جده عبد المطلب الرضع واسترضع له حليمة ابنة أبيد أجل السعبية وفي السنة السادسة من عمره سافرت به أمه إلى يترب لتزور أبرى زوجها وليزور محمد صلى الله عليه وسلم أخوالها وفي عودتها مرضت بموضع يسمى الأبواء فماتت ودفنت هناك يقول عليه الصلاة والسلام أنا رؤية أمي آمنة ودعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى أما جاريتها أم أيمن فإنها عادت لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة فنشأ يتيما كفله عمه أبو طالب إلا أنه كان فقيرا طريق يده أحيانا على كفالة أهليه وقد أشار المولى عز وجل إلى ذلك بقوله جل وعلا مخاطبا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم هذا ويروى أنه لما ندل عمه أبو طالب ربقة الركم بمصرق من أرض الشام قرب صومعة الراهد بحيرة وصنع هذا الأخير طعاما للضيوف ولما فرغ الناس من طعامهم وتفرقوا قال بحيرة لعمه أبو طالب ارجع بابن أخيك واحذر عليه اليهود فوالله إذا رأوه وعرقوا منه ما عرفت ليبلغنه شرف فإنه كائل لبن أخيك هذا شعب العظيم فأسرع به إلى بلاد وفعلا تحققت تنبؤات هذا الرأس فلما بلع صلى الله عليه وسلم من العمر أربعين سنة بعثه الله سبحانه وتعالى نبيا ورسولا وكان النداء الإلعي من لدني رب العالمين ويتجل ذلك في دعوة سيدني إبراهيم عليه السلام وفي قوله تعالى ربنا وابعث فيهم وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العبيد الحكيم ولقد أبدع الشاعر في قوله سبحانك اللهم خير معلمة علمت بالقلب القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى مرشدة وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البياني محمدا أتيته الكتابة فرقنا سبيلا أيها الزمغة ربه سبحانه وتعالى لإنسالته الشاملة واختاره تعالى بشريعته الخالدة يقول المولى عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالبداء ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدة صدق الله العظيم جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في اليوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل خلق صف ثم حبّد إليه الخلاق وكان يخلو بغالي فراق فيتحنّث فيه الليالي ذوات العدم قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى قديجة رضي الله تعالى عنها فيتزوّد لمثلها حتى جاءه الحق وجاءه البلك جمريل بقول الفصل كلام رب العالمين رب العاش العظيم تقرأ تقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق تقرأ وربك الأكرم الذي علّم بالقلب علّم الإنسان ما الذي علّم صدق الله العظيم رجع إفره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى زوجته أم المؤمنين خديجة قائلا زملوني زملوني فزملته حتى ذهب عنه الروع والفدع يقول تعالى مخاطب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلًا ثم بدأ عليه الصلاة والسلام دعوته إلى الله تعالى سرًا لأقرب الناس إليه امتثالاً لقوله تعالى وَأَنْبِرْ عَشِيرَتَكَ كَيْنَا لَأَقْرَبِيْهِ رَيْكَ وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِلِيهِ اتَّبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ وقد دامت هذه الفترة ثلاث سنوات فكان أول من أسلم من إساء المؤمنين أم المؤمنين خديجة ومن الرجال أبو بكر الصديق ومن الصديق علي بن أبي طالب ومن الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استجاب للدعوة إلى الله الكثير الكثير يقولون تعالى وَسَبِقُونَ الْأَوَّلُمُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدى ذلك الفوض العظيم وفي السنة الرابعة للبعثة بدأت تعوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم جهرا فانتثالا لقوله تعالى فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرَبْ عَلَى الْمُشْيَكِينَ وقد كفى الله نبيه الأمنة والرهاية من كيد المستهدئين فاستجاب استجاب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبدأ لتقويل رتائب الجاهلية الحمقى المتمثلة في شرك بالله والتمسك بمورثات خاطية وصعد خمة جبل أبي قبيل ونادى في الناس ونادى في الناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فآمل من الناس من كتب الله لهم السعادة فهداهم بإيمانهم وثبت أخبامهم ونجاهم من القوم الظالمين وكفى بربك هادية وصدوا عن سبيل الله أظل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى دار الهجرة لإعلاء كلمة الله ولنصرة في دينه ونشر رسالة إلى الناس كافة تدعوهم إلى عبادة رب واحد لا فرق فيهم بين غني وبين فقير وبين أشقر وأحمد وأبيض إلا بالتقوى داعيا إياهم إلى الإقبال على طاعته سبحانه وتعالى والاستجابة لأمره وهو الذي استخلفهم في الأرض لإعمارها والسعي في مناكبها وذلك لا يكون ولا يتأتى إلا بالعمل الصالح والصادق من القول والجليل من النواية فغاء مرضاته جل وعلا وطمعا في رحمته وغفرانه في جو من المحبة في جو من المحبة والإخاء والتعاون والوفاء وقد ضرب صلى الله عليه وسلم للناس مثلا أعلى فالصبر على الأذى والعزم على الوفاء ومجابة التغيان والجبروت بما فتح الله به عليه من صفات لكمال الإنساني وبما أودع في روحه من حلم وتسامح ورعفة وقد صمد أمام الباطل رافعا راية الحق وردد قوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وكان الفتح المبين وكان النصر العظيم ودخل الناس في دين الله إخواله وكانت كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلة والله غالب على أمره أيها الجمع المطيف لقد أسس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك المبادئ التي قام عليها البناء الحضاري والضخم وسيظل كذلك صالحا على الدوان وبالسرع لمن تمسك بجعوة الوثقى وسار على نذهب النبي صلى الله عليه وسلم إنه بناء الأمة الوسط التي لا تغلو في دينها ولا تجد في سلوكاتها إفراطا ولا تخليطا ولا تقبل الزوبان والإنبتال ولا تتعصب أبدا لما هو قاس بها من العقائل ديدنهم في ذلك التقوى ومكارب الأقلاط والدفاع عن الحق وحماية للوطن من التمزق والفتن والفرقة وذر يهدي إلى الجنة وحلم يرتقي بالأمة وخيرات تبذل لإسعال هذا الإنسان فمن يتعمق بدراسة السيرة النبوية العطرة يتبين له أن الله تعالى اختار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من أكرم قبائل العرب وأعرق بيوتها فكان عليه الصلاة والسلام أزكى الناس نسبا وأعلاهم هنقا قال عليه الصلاة والسلام إن الله استفى كنانا من وزي إسماعيل واستفى قريشا من كنانا واستفى من قريشا بني هاشم واستفى لي من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار وفي الحديث الذي رواه الإمام بن الجوزي عن ابن حبات النور الله تعالى عنهما قال قل في رسول الله أين كنت وآدم في جنة قال كنت في صلبه وأهبت إلى الأرض وأنا في صلبه وركبت السفيدة في صلب نور وقلبت في النار وأنا في صلب إبراهيم لم ينتقيت يا أبوان قطل السفاة ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام النقية مهذبا لا تتشعب شعبتاني إلا كنت في خيرهما أخذ الله لي بالنبوة ميثاقي وفي التوراة بالشعب وفي الإنجيل شعر أسمي أشرق الأرض لوجهي والسماء لرؤيتي صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا حبيب يا رسول الله وهكذا يبدو أن سيرته صلى الله عليه وسلم هي أروع معرف الناس من سير وأجمل ما وعد تاريخ من خلق وأهل ما روت الأيام من حضرة فهو القدوة المثلة والأسوة الحسنة يهتدى بسلوكه ولما كان كذلك فاعتبر أعظم مصلح جاء بأعدل نظام جاء بأعدل نظام وهدى لأكرم شريعة ودعا لأسمع عقيدة ولقد قال في حقه تعالى إنك وإنك لعن خلق قبيل وقال في حق نفسه إنما بعتم لأنتبم مكارب الأخلاق أيها الحضور الكريم يقول تعالى في محكم التنزيل وذكركم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صباح شكوية أيها الأحبة تعلموا أنه لما غدع صلى الله عليه وسلم ذهبت ثوبية إلى أبي دهر بن عبد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان جارية لها فبشرته بأن أخاه عبد الله قد ولد ولد مولود فأحتقها وأطلق سديلها فرحا بولادة ابن أخيه محمد فجوزي برفع العذاب عنه كل يوم اثنين فقد روي أنه روي في مناب بعد موته فقيل له محالك فقال في النار إلا أنه خفف عني في كل ليلة اثنين وأمص من بين أصابع ماء وأن ذلك كان بسبب إعتاقي ثوبية لما بشرتني بولادة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والكثرة قال ابن الجزء فإذا كان عبد الله الكافر أعزكم الله الذي نزل بدمته القرآن الذي نزل بدمته القرآن جوزي بتخفيق العذاب عنه لفرحه واستبشاره ليلة مولد النبي الأسعب الكريم فما حال المسلم الموحد من أمته يسر بمولده ويبدل ما تصر إليه يده في محبته صلى الله عليه وسلم لعمرين إنما جزاؤه من الله الكريم الشاكر العليم أن يدخله بفضله جنة النعيم وما أرعى ما قاله الحافظ شمس الجين الدمشق رحمه الله مصورا لها في الحدثة لقالب شعري جميل إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أنبئا أنه في يوم الإثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمده فما الظلم بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا وماثا وحدا لا إله إلا الله محمد ناصر الله ولزال أهل الإسلام والأحبة لحضرته يحتفلون بشهر مولده باعتباره مولد بسانة الباقية ويعملون الولائمة ويتصدقون في العليل بأنواع الصدقات ويظهرون السرور في أيامه المشرقة المباركة ويعتنون بقراءة مولده الكريم فيظهر عليهم من كراماته وبركاته كل فضل عجيب وبشرى عاجلة بنيل البغية والأجر العظيم فيا رب يا ربي أحسن تبت المسلمين به أتم من الفضل وامنح حسن مختتنين صلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله بقدر ما كنت لأهمتك ناصحا مرشدة وسلام الله عليك يا رسول الله يوم تحملت رسالة ربك أبينا صادقة وأديت أمانته مخلصا لعهده راعية وسلام عليك يا سيدي يا صلى الله في الأولين وسلام عليك ورحمة الله وبركاته في الأخيرين وسلام علينا يوم نكون على رسالتك ونهجك سائرين وليهدك متبعين وآخر دعوانا أن الحمد لله أرض العالمين وكذلك أبينا ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر